جد مساحة المعين ABCD علماً أن أنصاف أقطار الدوائر المحيطة بالمثلثين ABD و ACD هي 12.5 و 25 على التوالي دعونا نرسم المعين ABCD هذا ضلع 2، 3، 4 وجميع أضلاع المعين متساوية في الطول فليكن هذا الرأس هو A وهذا B وهذا C وهذا D ثم يخبركم السؤال أن هناك مثلثاً وهو ABD هذا هو المثلث ABD وتحيط به دائرة بما أنها دائرة محيطية يجب أن تمر بجميع رؤوسه بهذا الشكل وفقاً للسؤال نصف قطر هذه الدائرة هو 12.5 فإذا رسمتم قطراً للدائرة هكذا وكان هذا هو مركزها مثلاً فإن هذه المسافة طولها 12.5 وهذه أيضاً وهناك أيضاً دائرة محيطية أخرى حول المثلث ACD هذا هو المثلث ACD وعليكم رسم دائرة تمر بجميع رؤوسه بهذا الشكل وانتبهوا عند رسم الدائرة أن تمر بالرؤوس A وC وD فقط وليس B لأنه ليس أحد رؤوس ACD ونصف قطر هذه الدائرة هو 25 حسناً في الفيديوهات السابقة تمكننا من إيجاد وبرهنة صيغة رياضية تربط بين مساحة مثلث ونصف قطر الدائرة التي تحيط به دعوني أذكركم بها سريعاً نصف قطر الدائرة المحيطية يساوي حاصل ضرب أطوال أطلاع المثلث تقسيم 4 ضرب مساحة المثلث باستخدام هذه الصيغة حاولوا إيجاد مساحة المثلثين ABD وACD ثم إيجاد مساحة المعين ABCD دعوني أرسم المعين مرة أخرى هنا A وهنا B ثم C وD وهذه هي أقطار المعين ابدأوا بإيجاد مساحة المثلث ABD تعلمتم سابقاً أن أقطار المعين هي عبارة عن منصفات عمودية ما يعني أن جميع هذه الزوايا هي زوايا قائمة وهذا الضلع يساوي هذا الضلع وهذا يساوي هذا فإذا تمكنتم من إيجاد طول هذا الضلع أو هذا الضلع يمكنكم إيجاد مساحة المعين فليكن هذا الضلع A صغير وهذا B صغير إن مساحة هذا المثلث في الأسفل هي نصف ضرب A ضرب B وإذا ضربتم المساحة الناتجة في 2 فستحصلون على مساحة هذا المثلث وهذا المثلث بعبارة أخرى جميع المثلثات فيها نفس هذين الضلعين A وB ونفس القاعدة ما يعني أن المثلثات الأربعة هذه متطابقة أي أنكم إذا ضربتم مساحة هذا المثلث في أربعة ستحصلون على مساحة المعين إذن مساحة المعين تساوي أربعة ضرب نصف A B فنصف A B تعطيكم مساحة هذا المثلث وتضربونها في أربعة لتحصلوا على مساحة المثلثات كلها والتي تمثل مساحة المعين وهي أربع ضرب نصف A B ويساوي 2 A B والآن عليكم أن تجدوا A وB لتجدوا مساحة المعين انظروا إلى المثلث A B D أخبركم السؤال أن نصف قطر الدائرة المحيطة به هو 12.5 باستخدام هذه الصيغة 12.5 يساوي حاصل ضرب أطوال أضلاع المثلث لديكم الضلع B D وطوله 2 A لأن A زائد A يساوي 2 A هذا 2 A ضرب طول هذا الضلع ما طوله؟ لاحظوا أنه يمثل وتر هذا المثلث القائم وعليه وفقاً لنظرية فيثاغورس فإن طوله هو الجذر التربعي لـ A تربيع زائد B تربيع وبما أن الشكل هو معين فإن جميع أطوال أضلاعه ستكون أيضاً الجذر التربعي لـ A تربيع زائد B تربيع إذن عليكم أن تضربوا 2 A في طول B A وهو الجذر التربعي لـ A تربيع زائد B تربيع أخيراً ضرب الضلع الثالث من أضلاع المثلث وهو A D وطوله أيضاً يساوي الجذر التربعي لـ A تربيع زائد B تربيع كل ذلك تقسيم 4 ضرب مساحة المثلث A B D ما هي مساحة المثلث A B D؟ لاحظوا أن A B D مكون من مثلثين من المثلثات الأربعة أي من هذا المثلث ومساحته نصف A B وهذا المثلث ومساحته أيضاً نصف A B وعليه مساحة المثلث A B D هي A ضرب B أو A B إذن في المقام لديكم أربعة ضرب A B بناء على ذلك 12.5 يساوي بقسمة البسط والمقام على 2 ثم على A تحصلون على واحد هنا واثنان هنا وواحد هنا أيضاً وواحد هنا أما حاصل ضرب الجذرين التربيعيين في البسط فهو A تربيع زائد B تربيع تقسيم 2B في المقام إذن باستخدام المعطى الأول عن المثلث A B D تمكنتم من الحصول على هذه المعادلة والآن حاولوا إيجاد معادلة أخرى مماثلة باستخدام المثلث A C D هذا هو المثلث وفقاً للسؤال نصف قطر الدائرة المحيطة به هو 25 وعليه 25 يساوي حاصل ضرب أطوال أضلاع المثلث هذا أحد أضلاع المثلث وبما أن هذا طوله B وهذا B فطول الضلع كاملاً يساوي 2B ضرب طول هذا الضلع وهو الجذر التربعي لـ A تربيع زائد B ضرب طول هذا الضلع وهو أيضاً الجذر التربعي لـ A تربيع زائد B الكل تقسيم 4 ضرب مساحة المثلث هذا المثلث مكون من هذا المثلث الصغير ومساحته A B وهذا المثلث ومساحته نصف A B كذلك أي أن مساحة المثلث A C D هي A B تقسيم 2 يساوي 1 تقسيم 2 يساوي 2 وباختصار B في البسط مع B في المقام تحصلون على 25 يساوي حاصل ضرب الجذرين وهو A تربيع زائد B تربيع على 2A وهذه المعادلة الثانية الآن أصبح لديكم معادلتان بمجهولين ويمكنكم استخدامها لإيجاد A وB ثم إيجاد مساحة المعين في المعادلة الأولى اضربوا الطرفين في 2B يصبح لديكم 25B يساوي A تربيع زائد B تربيع وفي المعادلة الثانية اضربوا الطرفين في 2A تحصلون على 50A يساوي A تربيع زائد B تربيع بما أن 50A يساوي A تربيع زائد B تربيع و25B يساوي A تربيع زائد B تربيع فهذا يعني أن 25B يساوي 50A إذن 25B يساوي 50A بقسمة الطرفين على 25 تجدوا أن B يساوي 2A والآن عوضوا قيمة B هذه في إحدى المعادلتين هاتين مثلا هذه المعادلة 50A يساوي A تربيع زائد B تربيع لكن مكان B عوضوا 2A هذا 2A الكل تربيع وعليه 50A يساوي A تربيع زائد 4A تربيع أي أن 50A يساوي 5A تربيع بقسمة الطرفين على 5A تجدون أن 10 يساوي A والآن عوضوا قيمة A هذه في المعادلة هنا فتجدون أن B يساوي 2 ضرب 10 ويساوي 20 وبما أن A يساوي 10 وB يساوي 20 وبتعويض هذه القيم في هذه المعادلة تجدون أن مساحة المعين ABCD تساوي 2 ضرب 10 ضرب 20 ويساوي 400 انتهى الحل